من مرجعيون بجنوب لبنان تنضم إلينا مراسلتنا ليال سعد ليال إذن مقارنة بالأيام السابقة نشهد أنه فيه لن نقول هدوء ولكن تراجع ربما بعدد الهجمات أو فيه محدودية هل هذا صحيح؟ يعني لأنه ثلاث صواريخ مسيرة هذا الرقم أقل من ما كنا نرصده الأسبوع الماضي كيف تبدو الأجواء من عندك؟ صحيح يوسف يمكن حتى القول أن هذا الصباح يبدو هادئا حتى هذه اللحظة باستثناء ما أعلن منذ وقت قليل من قبل حزب الله وهو إطلاق سولة صواريخ باتجاه الجليل الغربي حيث نقلت وسائل أعلام إسرائيلية أن سفارات الأنذار دوت في الجليل الغربي وأيضا قالت وسائل أعلام إسرائيلية أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض تسعة من هذه الصواريخ حزب الله لم يعلن بعد عن عدد الصواريخ التي أطلقت منذ يومين تحدثنا عن أكبر ضربة صاروخية لحزب الله كنا نتحدث عن سمعين صاروخ اليوم طبعا ليس هو هذا العدد حتى تمكن من رصد بعض الفيديوهات هي ربما رشقة وحيدة وليست بهذا الكبر ولكنها لافتة اعتماد هذا الإطلاق من الصواريخ هذا من الجانب اللبناني هي العملية الوحيدة التي رصدناها حتى هذه الساعة اليوم حتى مساء وليل هذا اليوم كان هادئا جدا أما بالنسبة لإسرائيل فقامت باستهداف بقصف مدفعي بلدة يارون في القطاع الأوسط وأيضا كان هناك استهداف بالقصف المدفعي لعيت الشعب أيضا بقذيفة واحدة في القطاع الغربي عدا عن ذلك هناك هدوء ولكن اللافت هو التعاطي ربما الإسرائيلي مع الصولات الصواريخ التي يتم إطلاقها من لبنان أعلن بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلن عن كرياتش مونة وهي التي تلقت الجزء الأكبر من الصواريخية وكفر بلوم طبعا أعلن عن هذه المستوطنة كمستوطنة يمكن حيازة السلاح فيها وبالتالي طبعا على اعتبار من الجانب الإسرائيلي وهو مقالها وأيضا رئيس البلدية في قرياتش مونة إنها منطقة لم تعد آمنة ويمكن هناك حيازة السلاح ورغم هذا أيضا يرتبط بما كنا نتحدث عنه ليال أكمل جملة لكن ماذا عن الوضع المعيشي في جنوب لبنان هنا على القرى الحدودية بسبب استمرار هذا القصف وإن هدأ يعني هل في تأثير هل في حد رجع أم بعدها المناطق يعني في ناس تركتها ولم دعود بعد لا تزال هذه المناطق نائية نحن نتحدث عن هدوء لم يصل حتى إلى 24 ساعة وهو ليس توقف للعمليات هو فقط هدوء ربما مرتبط أولا بسوء الرؤية والضباب الذي يسيطر على هذه المنطقة وأيضا من جهة أخرى ربما لبعض المباحثات السياسية خصوصا وأن هناك حديث عن أسبوع حاسم بالنسبة للبنان وإسرائيل وهو غير مرتبط بالهدنة بغزة بحسب ما قال المفد الأمريكي هو مرتبط فقط لغير بين لبنان وإسرائيل وربما هناك مساحة لهذه المفاوضات التي يقوم بها الجانب اللبناني مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي مع الجانب الأمريكي من جهة أخرى ولكن بالنسبة للوضع المعيشي هنا هو سيء وأريد أن أشير إلى نقطة أساسية يوسف لبنان لم تعلن فيه بعد حالة الحرب وهذا الأمر ينعكس على الجمعيات العالمية والمؤسسات التي تقدم مساعدات عينية للنازحين في لبنان لم تعلن بعد حالة الحرب وتاليا هذه الجمعيات لا يمكنها أن تضخ أو ترسل أي من المساعدات وبالتالي المساعدات لنحو 100 ألف نازح من القرى الجنوبية باتجاه العمق اللبناني نحن نتحدث عن الصور والنبطية وهذه المناطق وحتى وصولا إلى بيروت هذه العائلات التي نزحت وهذا العدد من النازحين لا يلقى مساعدات سوى مساعدات بسيطة جدا من البلديات في لبنان وأصلا نحن نعرف وضع هذه البلديات المادي وهو وضع صعب جدا وبالتالي كل المؤسسات والجمعيات لا يمكنها أن تضخ أي من المساعدات العينية لهؤلاء النازحين الذين تركوا بيوتهم وأرزاقهم معظم هؤلاء النازحين هم يعيشون من الزراعة والصناعة هنا في هذه الأراضي وليس لديهم أعمال في العاصمة أو في المناطق في العمق اللبناني وبالتالي الوضع المعيشي في لبنان تحديدا لهؤلاء النازحين صعب جدا ويصعب أصلا حتى العودة إلى هذه المناطق لأن معظم هذه المنازل تدمرت هناك دمار بشكل كبير في مناطق القرى الحدودية على وجه الخصوص ليس على الخط الأقرب إلى العمق اللبناني عند المناطق الحدودية هناك دمار واسع وهي مناطق لم تعود مأهولة أساسا للعودة حتى ما إذا قرر اللبنانيون العودة إلى هذه المناطق ليس هناك مكان يبيتون فيه وبالتالي الوضع المعيشي هنا صعب جدا بالنسبة لهؤلاء النازحين خصوصا في ظل غياب أي نوع من المساعدات الدولية شكرا جزيلا لك ليال سعد مراسلتنا من مرجع يوم